السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بنموذج كتابي لمكون الصرف والتحويل والتركيب من مكونات اللغة العربية لسنة السادسة من التعليم الابتدائي فروض المرحلة الثالثة يعني فروض الفروض الأول من الدورة الثانية نبدأ بالسؤال الأول أكمل ملء الجدول الآتي بالمطلوب مع الضبط بالشكل إذن سنحدد اسم الفاعل واسم المفعول أو الفعل أو اسم المفعول إذن حسب الكلمة المقترحة لدينا فاتح إذن الفعل فتح اسم المفعول مفتوح على وزن مفعول أتقن إذن اسم الفاعل متقن 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 اسم المفعول متقن 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 مقلم إذن الفاعل قلم قلم مقلم مقلم اسم المفعول مقلم 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 مؤلف إذن اسم الفاعل مؤلف 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 ثم الفاعل ألف ألف نمر الآن إلى السؤال الثاني أسوغ اسم الزمان أو اسم المكان مما يلي إلتقى ملتقى ملتقى استقر مستقر 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 نزل منزل منزل استقط مسقط مسقط إذن سؤال الثالث أسوغ اسم الآلة من الأفعال الآتية وأبين وزنه ونوع فعله إذن سنقوم بصياغة اسم الآلة مع تحديد الوزن والفعل غزل مغزل اسم الآلة مغزل مغزل وزنه مفعال مفعال نوع الفعل ثلاثي ثلاثي صاعد مصعد مصعد على وزن مفعال كذلك مفعال إذن نوع الفعل ثلاثي كذلك ثلاثي نشار إذن اسم الآلة منشار منشار إذن وزنه مفعال مفعال نوع الفعل ثلاثي كوا مكوات مكوات على وزني مفعال مفعال إذن نوع الفعل ثلاثي سؤال الرابع سؤال الرابع أصوغ الفعل من كل اسم زمان أو مكان مغيب إذن الفعل غابة مزرعة زارعة مدخل دخلة مجراء جراء إذن مشرق إذن شارقة شارقة مستقر إذن استقر 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 ونتمم إذن الآن مع التركيب أحول ما تحته خط في الجملتين الآتيتين من المفرد إلى المثنى تملك المدينة الذكية نظاما متطورا إذن سنقول المدينتان إذن المثنى إذن تملك المدينتان الذكيتان 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 إذن تملك المدينتان الذكيتان إشترت عائشة هاتفا محمولا إذن اشترت عائشة هاتفين محمولين إذن المتنى هاتفين محمولين إذن اشترت عائشة هاتفين محمولين نمر الآن إلى السؤال الثاني أكمل جمل التالية بالجمع مذكر سالم المناسب يعتز المدرسون بالأطفال المتفوقين إذن المدرسون جمع مذكر سالم جاء مفعول به إذن مرفوع بالواو والمتفوقين إذن مضاف إليه مجرور بالياء كان إذن الزائرون مسرورون أو الزائرون مسرورين أو الزائرين مسرورين مسرورون عفوا إذن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها إذن الزائرون مرفوع إذن ويجب أن يكون الكلمة الثانية الخبر يجب أن يكون منصوب بالياء إذن الكلمة الصحيحة أو العبارة الصحيحة هي الزائرون مسرورين إذن العبارة الصحيحة هي الزائرون مسرورين إذن هذه هي العبارة التي سنكتبها إذن الزائرون إذن هذه هي العبارة الصحيحة نمر الآن إلى السؤال الثالث أعين جمع المؤنة سالم وأسطر تحته في كل جملة ثم أبين موقعه الإعرابي إذن تردع الوالدات أبناءهن إذن جمع المؤنة سالم الوالدات جاءت فاعل فاعل المتعلمات سلاح الأمة إذن جمع المؤنة سالم المتعلمات جاءت هنا إذن مبتدأ مبتدأ مرفوع إذن فاعل المرفوع مبتدأ مرفوع يسعى المغرب إلى تطوير الطاقات إذن الطاقات جمع مؤنة سالم إذن جاءت مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور نمر الآن إلى السؤال الأخير السؤال الرابع أعرب ما يلي يغذي البترول الصناعات المختلفة إذن سنقوم بإعراب هذه الجملة يغذي إذن فاعل مضارع مرفوع بالضمى المقدرة على آخر البترول فاعل مرفوع الصناعات مفعول به مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة النائبة عن الفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم لأنه جمع المختلفة وليس المختلفة إذن المختلفة نعتم تابع لمنعوته إذن بما أن الصناعات فهي إذن مفعول به منصوب إذن فالمختلفة إذن يجب أن تكون منصوبة إذن نعتم تابع لمنعوته في صفاته وحركاته إذن في صفاته وحركاته إذن سؤال الخميس إذن والآخر أحاول الجملة التالية من المفرد إلى الجمع للمتسابق الفائز ميدالية إذن سنحولها إلى الجمع للمتسابقين إذن للمتسابقين ماذا؟ الفائزين الفائزين إذن للمتسابقين الفائزين ميداليات 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 إذن هذا هو تحول الجملة من المفرد إلى الجمع إذن أصدقائي موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم لنقوم بالإجابة عن أسئلة الإملاء والتعبير الكتابي دائما على نفس القناة تكونوا في الموعد إلى اللقاء